الناس النهاردة سألت هو ليه حسام أشرف منزلش مكان سيف الجزيري واحد كان من اللعيبة القريبة جدا انهما ممكن يبقوا هدفين الدوري السنة اللي فات وكان من الهدفين من قايمة من اول خمس لعيبة فهدفين الدوري السنة اللي فات اول موسم اللي خلص وقدم اداء جايد جدا مع بلدات المحلة استعادوا الزمالك من القارة كان النهاردة موجود على دكت نادي الزمالك فالناس سألت سيف الجزيري خرج ما تنازل حسام أشرف خاصة انه ناصر منسي واضح انه مش موفق قوي يعني فما نجرب حسام أشرف عرفنا ان جوزي جوميز شايف ان حسام أشرف لسه مش جاهز بدنيا بالشكل الامثل للدفع في المباريات حتى هذه اللحظة عشان كده نزل ناصر منسي مكان الجزيري هو شايف انه لسه محتاج حسام أشرف برنامج بدني خاص عشان يتم تجيزه للمطشاط اللي جاي لما سألنا طب هو كان ليه موجود على الدكت النهاردة قال لا كان ممكن الزمالك يبقى عنده أي تعصر في المباريات فكان ممكن يبقى محتاج أكبر عدد من المهاجمين على الدكة لكن بما ان الزمالك مش محتاج او ما كانش في ورطة في المباراة يعني انه هو يعود النتيجة فكان ناصر منسي كان مهم جدا لانه أجهز بدنيا ويقدر يتعامل كمان مع الواجبات الدفاعية